وانت تتحدث عن لعبنا المصري محمد صلاح تذكرت المباراة تاريخية لمنتخبنا الوطني نفتخر بيها دائما للمنتخب المصري كانت امام المنتخب الايطالي في كأس القراط عام 2009 وفاس بيها المنتخب المصري بهدف لمحمد حمص هل تتذكر هذه المواجهة وانت كنت في قائمة المنتخب الايطالي لا اتذكر جيدا عندما في اي عام كان هذا لكن اقول لكم ان تسبب لي في هزمة نفسية عندما كنت ارى ايطاليا بطلا للعالم ثم بعد ذلك يهزم من فريق عربي لكن المنتخب المصري اسمع عنه كثيرا واشاهد له بعض الاشياء لكن ليست بالكثير انه منتخب عظيم وكيف لا يكون عظيما وقد هزم بطل العالم في عام 2009 وكانت ايطاليا بطل العالم في 2006 فكانت هذه الخسارة بمسابة الضربة القادية لامام مصر اقول لكم ان استراتيجية اللاعبين العرب لو رأيناها ايضا مثل محمد صلاح لتغير كثيرا انا سألك على المنتخب الايطالي وحزوزه في بطولة اليورو القادمة مع المدير الفني سبالتي كما قلت لكم ان ايطاليا تحت قيادة سبالتي ان نأمل ان نتقدم كثيرا مع اسبالتي كما نرى انشلوتي مع ريال مدريد ايضا سبالتي ربما يستطيع ان يحقق ما يحقق انشلوتي لا اقول لكم ان ايطاليا كاملة وليست في قوة فرنسا وفي قوة انجلترا وغيرها من المنتخبات لكن اقول لكم اننا نستطيع ان نفعل شيئا هذه المرة اسبالتي يعيد التغيير من جديد اسبالتي يحاول ان يغير ايضا من عقلية اللاعبين حتى انه يحاول التأثير نفسيا على اللاعبين اظن ان لدي الان المواهلات اظن ان الان جيل ايطاليا الحالي ربما يستطيع ان يصنع شيئا